مهاجم من المهاجمين القليلين اللي كنا نقول عليهم مهاجم صندوق مهاجم حجام مهاجم قوي مهاجم بيعرف يخلص من ربع فرصة مش نص فرصة مسيرة جيدة جدا احساسي وانا كنت بقوله كده قبل الفاصل انها كنت مفوت بأفضل وافضل من كده كمان معايا النجم خالد امر مهاجم نادي الزمالي كل الاتحاد الأصابق اكابتل خالد منور الدنيا سعيد جدا بتواجدك معايا ربنا خليك بنورك والله انا مبسوط ان انا موجود معاك والله كله كويس قلتلي في الفاصل كده خبر يعني هوزع عني شوي بس يعني قلتلي انت خلاص كده كرة استكفير الحمد لله ليه بقى يعني انا حسنا بدري برضو جد في الاخر كده الدنيا كانت فيها لغبطة وكان فيها شوية حاجات كده يعني انا من اوامي محبش اطلع اتكلم على حد او كده بس كان فيه امور كده مش عجباني مش بتاعة خالد امر مش بتاعة ان انا بدخل في مشاكل وانا مش بتاع مشاكل خالص ادارية ولا فنية كان مثلا وانا في الاتحاد كانت ادارية اه مع اداري مع كابتن حسان حسن ده كان عامل لي حوارات كتيرة قوي ومشاكل كتيرة وانا مش بعمل مشاكل فده في الاتحاد وانا في الجيش ورحت الجونة بعدها كنت من هدفين الفرقة فما حصلش نصيب ان انا اكمل في الجيش فروحت فريق درجة تانية حاولت اجرب اللي هي التجربة بتاعة نادي راية في الدرجة التانية عدتش تلات شهور والموضوع ما منبسطش اه بسراعة فأنت لك كده الحمد لله ستة وتلاتين سنة والحمد لله عمل عندي سبعة وسبعين جول في الدوري المصري فالحمد لله كده الحمد لله يعني رادي سبعة وسبعين جول ده لقم ضخم الحمد لله يمكن عديت نجوم زي مين ممكن كابتن عماد متعب كابتن محمد بركات وفي كذا حد اللي هو أربعة وسبعين تلاتة وسبعين كده كان آخر حاجة كان الكابتن عماد متعب كان خمسة وسبعين يا ستة وسبعين المسيرة دي وانا قلت عليها مسيرة طبعا جيدة جدا لما تجيبوا الأرقام دي دي مسيرة عظيمة بس انا احساسي واتصور احساسك ان كان ممكن تبقى اكبر من كده كمان انا كان عندي التموح بس ازاي ما انا بقولك انا التلات سنين او السنتين السنتين الاخر سنتين اتظلمت ظلم كان في الاخر بيقوله معلش يعني كان مثلا حتى الواف الاتحاد قعدت أربع شهور ونص في البيت انا فيكر القصة دي وكابتن حسام حسين كان بعدك وما كانش الكابتن حسام ياريته اللي انا عرفته بقى في الاخر من اللعيبة ان ما كانش الكابتن حسام ياريت كان الكابتن حسام ما فيش مشكلة كان فني وكده لكن كان اداري موجود مع الكابتن حسام مصر كلها عارفاه هو موجود معه في المنتقى بدلوقتي هو ده اللي كان يعني مش عايزنا بقى موجود أنا كنت كابتن فريق في ندل الاتحاد فهو ده اللي كان مش عايزنا بقى موجود طيب معلش أنا ممكن نرجع شوية بالأيام دي عشان أفكرها كويس كان ساعتها بيطلع يتقال إيه خالد أمر عمل مشاكل في الفريق خالد أمر عمل مشاكل مع زميله خالد أمر بيتخانق مع زميله فرصة أنا أخذ بالك من ساعتها ما ما تكلمش معك في الكوصة دي كان بيتقال كل الكلام ده بس أنا كنت كابتن فريق فإن أنا ألم فلازم أبقى شديد شوية فدي كان بيتقال عليها أن أنا بتخاني وبعمل مشاكل دي حاجة تاني حاجة كنت بحط موعيد التزام في النادي حاجات سيستم نمشي عليه فده أساس عشان خاطر نمشي كويس فما كانش بيحصل فكنت باخد قرارات وكان الكابتن حسام معي في القرارات كانت حسام يعجبه هو الكلام ده طبعا لكن حد تاني ما كانش بيعجبه فكانت اللعيبة تقول خالد طب أنت وقتها ما عدتش مع الكابتن حسام ما عدتش كابتن حسام الوضع كزا كزا الموضوع جاه من اللعيدنا ماتش خسرنا لقيت نفسي بتمرن لوحدي أنا وخمس أسماء يعني فيهم اتنين قعدوا سنة كاملة ما يلعبوش من ضمنهم عماد السيد عماد السيد قعد سنة كاملة عماد يمكن الوحيد اللي تظلم فينا ظلم كان واضح للناس كلها إنه ولا بتاع مشاكل ولا أي حاجة وكان قعد السنة كلها في البيت طب وليه التجميع دي حصلت وقتها يعني للخمسة كانوا أكبر خمس لعيبة في السن احنا وأنا عاسف لنقول كده بس عملتوا مثلا تجميع خليك قلت إن احنا عملنا فيه ثلاث لعيبة ما كانوش موجودين في الموتشاط يعني مش موجودين بيتمرنوا بس من الخمسة ما كانش فيه مشكلة ما فيش أي مشاكل إحنا خسرنا من أسوان ثلاثة فجينا بعد أسوان لقينا نفسنا قاعدين ثلاث شهور فأنا عرفت بعد كده بعد ما مشيت من الاتحاد وكانت فيه لعيبة أنا كنت زعلان منهم وكلموني وقابلوني وجول البيت وتكلموا معي وقالوا إحنا حصل مننا واحد اتنين ثلاثة بس كان غزبا عننا فأنا لومتهم كتير بس اللوم ما كانش عليهم اللوم كان على الإدارة اللي كان موجود ده